موسيقى الزراعة المستدامة عندها سبع عناصر اليوم نحكي عن العنصر الرابع يلي هو التنوع البيولوجيا ولكن قبله رح نحكي كنا عن الكمبوست يلي كان هيدا من أسبوع الماضي وبعتقد في كتير ناس ناطرين يعرفوا عن شد كنا حكينا عن معالجة النفايات بطريقة سليمة حكينا عن أحدث الإبتكارات بالعالم هلا رح نرجع شوي لورا نحكي عن الكمبوست وكيف بيصير عملية التسبيخ يلي بتهم كتير من المزارعين وحتى الأشخاص ببيوتهم كتير بيهمهم يعرفوا عن هذا الموضوع صحيح صحيح أول شي رح نقول أنه بعملية التسبيخ نحنا بحاجة لعنصرين نحنا بحاجة لمواد جافة يلي هنه مثل الورق اليابس مثل النشارة مثل التبن مثل الأش ونحنا بحاجة لمواد خدرة المواد الخدرة مثل الورق البعضه جديد هرير من الشجر بعضه لونه أخضر مثل مثلا بقية اللي عنا المخلفات طبع المطبخ الشر المنز الشر التفاح وحتى الزبل الزبل الحيوانات مثل الجيج والبقر والغنم والمعزة هود بيعتبروا مواد خدرة هلا كيف بتصير عملية التسبيخ عملية التسبيخ بده رتوبة معينة بده تهوئة معينة بده حرارة يعني بوسط عملية التسبيخ لح ترتفع الحرارة لحوالى 55 إلى 65 درجة بقلب الكومة نعم وبدنا معدل كربون نيتروجين يكون 30 كربون مقبيله واحد نيتروجين هلا هون في عملية حسابية بسيطة إذا بننزل على الصورة اللي تحت رح نشوف من السفر للثلاثة على مالة اليمين من السفر للثلاثة على مالة اليمين هود المواد الخدرة نحكينا عنه كلما نطلع بالمواد الخدرة الكربون نسبة للنيتروجين ما بيكون كتير عالي هلا كلما ننزل من السفر لثلاثة عامات الشمال الكربون بيكون كتير عالي نسبة للنيتروجين يعني هول يبسين بيكون نعم يبسين كتير بيكون فيهون كربون أعلى هلا كيف نحنا بنحصل على هيدا المعدل إذا بنشوف الصورة اللي بعدها نحنا مثلا تعطي هيدا بيتطبق على غير قصص كمان إذا بناخد من الكومي رقم 2 عملية اليمين يلي هي الورق الأخضر إذا بناخد حسطين أو 2 كيلو بار اكزامل ورق أخضر هوده معدل كربون نيتروجين بالكيلو 15 كربون 1 نيتروجين يعني 2 كيلو 30 كربون 2 نيتروجين مناخد مقابلون كومي واحدة فقط من الرقم واحد عامات الشمال يلي هو المواد الجافة يلي المعدل طبعه 60 كربون 1 نيتروجين كمجموع شو بيكون عنا 90 كربون 3 نيتروجين اي ما يعادل 30 كربون 1 نيتروجين اللي نحنا عم نفتش عليهم صح هلأ كيف بتصير عملية التسبيخ نحنا بدنا يكون عنا مساحة متر بمتر وحتى ارتفاع متر هلأ ارتفاع المتر فينا نكون عم نحفر بالأرض لي اوقات لحتى ليكون اذا بالشتوية بدنا نحافظ هده بدألك ما هي موسم هده بدنا نحافظ فيك تعمليه بالموسم اللي بدك اذا شتة اذا صيف فيك تحطيه عادي يطلع المتر لفوق هلأ اذا صيف اذا شتة بديك تحفره بالأرض متر نزول او فيك تعمليه فوق فوق الأرض واضغطيه نعم لحتى لي نقدر نحافظ على الحرارة صح هلأ منحط أول شي بالأرض خصون شجر لحتى لي لي خصون شجر لأنه بدنا نساعد عا التهوئة ما بدنا شي يلزق دغرب الأرض بدنا نساعد البكتيريا اللي جوا يلي هي بدأت تحلل وهي ايروبيك يعني بدأها وبدأ اكسجان لحتى لي تقدر تتفاعل بدنا نخليه لتهوئة منحطها من تحت انه نكون عم نحط اخصان شجر من بعدها منبلش طبقة جافة طبقة خضرة طبقة جافة طبقة خضرة وكل طبقة من نكون عم نشبعها مي عم نصق ونشبعها مي مننهي بالآخر بطبقة جافة بدأي يكونوا قدوا بعضهم طبقات نعم بدأي يكونوا قدوا بعضهم هلأ مثل مع عم نشوف بسجورة ما هذا الجبل هلأ من بعدها بعد أربعة أيام الحرارة تلقائيا جوا رح تبلش تعالى لل55 إلى 65 درجة هلأ فينا نكون عم نساعد البكتيريا بالتهوئة كيف بإنه نقلب متل ما عم نشوف بالصورة الكومة يعني منخلي حد الكومة مساحة عقدة ومنكون عم نقلبها يعني من الأسس اللي كانوا جوا بيصيروا بره والأسس اللي كانوا بره بيصيروا جوا لحتاني نرجع نخنسعي بالتهوئة يعني منبلش منشيل بالفال من قلبه أو لا منبلش من بره ومنحطهم بالنص ومنرجع اللي جوا بيصيروا بتاني كومة بره أكيد بالأرض كمانا بدي كون فيه أخصان كمانا متل أول كومة هلأ كيف منعرف إنه خلص عملية التسبيخ بتبطل في عنا ريحة الأمونيا البشعة بيصير كل الكونتونيو عنده لون واحد موحد اللي هو اللون الغامي وكمانا إذا بديك منصير نشوف بيبطل فينا نشوف بالأحرى بالعين المجردة ولا قشر موز ولا قشر تفاح ولا شيء من حول كلهم مع بعضهم نخلص بيكونوا نخلطوا بدي حوالة ثلاثة لاتتك شهور أكيد الخدرة والفواكية يعني كمانا عم نحكي نعم نعم هيده مواد خدرة كمانا وين بتحط إذا بتحط شيء حيواني المخلفات الحيوانية تعتبر مواد خدرة يعني مش من يابسة من المواد الخطرة اللي فيها النترات أو الأزوات مع الحشيش يعني اللي إن شاء اللي بيقدر ينحط معهم طرفي هلأ بها القيام مفروض الكل يرجعوا يعملوا هيك على الكمبس أكيد أوقف على الكمبس أكيد صحيح أوفر وهذه طريقة معالجة للنفايات يعني عم نستفيد منها وبنفس الوقت عم نعالج نفايات البيتية أحسن بتفضلوا أحسن المواد الكيموية أكيد صحية نعم هلأ حننتقل للعنصر الرابع هلأ رح بنروح للعنصر الرابع بذكركم مشاهدين قبل ما نكفي إنه كل حلقاتنا فيكن ترجعوا تشاهدون على يوتيوب مريم تيفي محطوطين بحلقات تحت عنوان الزراعة المستدامة تحت عنوان الزراعة المستدامة العنصر الرابع العنصر الرابع التنوع البيولوجي أول شي بدأت معلومات عامة شوي منظمة الغذاء والزراعة العالمية الأفقاء بتعطي شوية معلومات خيالة مدام إليت بالجبال طبعنا اللي معرضة للكسرات للمقالع بتحوي على 25% من التنوع البيولوجي الأرض متر مربع من الأرض في حوالي ألف كائن لفقر يعني الانذر تبريتز في حوالي ألف كائن بمتر مربع من الأرض والتربية اللي عم تنجرف اللي عم تتعرض للإنجرف بـ 20% لـ 30% تقريباً منها كمان هي بتحوي على ربع التنوع البيولوجي بالعالم يعني تخيلي نحن قد عم نعرض هذا التنوع البيولوجي للخطر هلأ شو اللي لازم نحافظ عليه؟ أول شي بدنا نحافظ على البولينيتر أو الملقحات في منهم بس بفكروا أن الملقحات هنه بس البيز أو النحل لا الملقحات فيهم يكونوا طيور فيهم يكونوا كوكسينال لعدة سوءة يعني فيهم يكونوا بعد الزباديك زرعت الدبور هذي كلهم الملقحات هلأ النحل بشكل خاص لاي لأنه واحد على ثلاثة من الأطباق تبعنا لمنكلها بالنهار ما كان موجود ما كان رح يكون موجود لو موجود النحل يتلقح صح في مثل إنجليزي بيقول إذا النحل يموت يعني إذا النحل يموت الإنسان رح يموت من بعد من الجوع لأنه ما بقى رح لأطلق أحلو الأنهار مية بالمية عم نشوفهم النحل عندك الكوكسينال اللي فراشة نعم والدبور حتى الموش حتى الزبابة الزباب نعم أيضا بجوانحها فيها تكونوا عم تنقلوا من مال إلى مال ما ضروري يكون عندها نحن الإنسان يلي هو إذا بديك هذي حلقة دائرية مسكرة صحيح إذا ماتت النحل يموت الإنسان وهو بزيته عم بيقدة لأموتها كيف لما يرش مبيدات حشارية مما المبيدات الحشارية سنة مكيف ينحل أبدا صح هي لأن المبيدات الحشارية يشتغل على الجهاز العصبي تبع الحشرات والجهاز العصبي تبع الحشرات موحد يعني إن كان بالنحلة ولا غير النحلة خصوصا نيونيكوتينويد اللي هلا عم يستعملون من لإبصادات الزراعية الإميداكلوبريد الأستاميبريد هو دي الإذويا اللي يستعملون لمعالجة المن هو دي كتير بيأذن نحلة خالة بيفوتوا برحيق وبلقاح الزهرة بيضلوا بلقاح الزهرة ولما النحلة تنقلون على الأفير اللي عندها بيأتلوا للأفير كله بس إذا ما رش شايته ما بتكلش شيء للأصف مشان هيك نحن عم نشزع الزراعة المستدامية اللي الوقاية تبعها بتكون بغير طرق يعني ما مقع يعني ما نخلي آخر هل هو الرش آخر آخر تقنية معقول نفكر نستعمل صحيح لأنه اللي عم تقولي كتير صحيح وكل مزارع يعني كل شخص بيزرع ما رح أقول مزارع يعني حد بيته بيقدر يعمل تجربة على هالموضوع يعني بتشوفي مثلا تنقول زراعة كوسة نعطي الزعب بتزهر 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 ما بتعطي الشي لأنه لأنه من الأول ما كانت فيها وكما من الأول ما اتبعنا الزراعة المستدامة وما انتبعنا على العناصر البيولوجية اللي نازم نحافظ على نحن نحكي علّق عن البولي كالتشر والمونو كالتشر نحن شجعنا البولي كالتشر الزراعة المختلطة وقلنا ما لازم نزرع الزراعة الأحادية ليه؟ إذا عنا نحن قارت زرعناها بس بنادورة دودة البنادورة أو التوتا أبسلوتة يلي بتجي بتضرب البنادورة هلّا عزيمة هيدا نعم بتقدر إذا انتشري تتروح الموسم كله بينما إذا كنا زرعين بنادورة وخيار يلي بنزرعوا مع بعض تقريبا من ذات الموسم هيدا الدودة ما بتجي على الخيار فنحن بهالطريقة إذا خسرنا المحصول البنادورة على القليلة عنها مكسب تاني يلي هو الخيار طبعنا مشان هيك نحن منشجع البولي كالتشر أو الزراعة المختلطة هلّا في صورة كتير حلوة عن الزراعة المختلطة هي صورة الثري سيسترز أو الأخوات الثلاثة يلي بنزرعوا مع بعضهم نعم يلي هلن الدراء اللوبيا والكوسة هو بينزرعوا مع بعضهم دايما بينزرعوا مع بعضهم بشهر نيسان هلأ رح نحكي شوي عنهم ليش بيسمون الأخوة الثلاثة أول شي بردون بقى في غيرون هوا الأخوة الثلاثة لا هون الأخوة الثلاثة هلأ أول شي الدراء يلي هي الأخت الكبرى الدراء اللي بتنزرع أول شي يعني بننطرة تطول عشرة سنطة تنزرع الباقي هي بتكون مثل الأخت الكبرى بالبيت السند لأخويتها الصغار بس خلينا نرجع للصورة القبل بتكون السند لأخويتها الصغار هلأ من بعد اللوبيا يلي بتجي الأخت الوسطانية بتعربش على الدراء مش نهيك الدراء هي السند من اللوبيا البادرية منخليها تعربش على يلي كين نزرعوا بنفس التلم؟ عزيزة لأرض حد بعضهم ضغر بتعربش اللوبيا البادرية على الدراء فهي بتكون الدراء سند لألة وبذات الوقت الأخت الوسطانية عم بتقرب بين الأخوة الكبيرة والصغيرة وبصورة أجمل بعد من هيك حتى هي الأخت الوسطانية لأنه بترجع بتعطفها أختها الكبيرة بتكون عم تحمل الدراء من أنه تميل مع الهواء أو تنكسر مع الهواء هلأ مين بيجي بالآخر الأخت الصغيرة غالنوشة البيت لحتالي تملأ البيت مثل ما بيقولو فهيك الكوسة من كون عم بتملأ نعم وبتمنع تبخر الماء يعني بتكون هي ميهات طبيعية بتمنع تبخر الماء الموجودة بالأرض وكمان الملمس الشيء المشوي كتبعوه ببعض الحشرات الشخص اللي بيزرع ههو ثلاث زراعات أول شي صار عنده ثقافة بتلاث أنواع نباتات مختلفة تاني شي الأمراض طبعهم لأنه كل واحدة من عائلة يعني بوكوليات يعني كل واحدة من عنده عائلة معينة منهم ما بيجوا زيت الأمراض عليهم ما بيموتوا كلهم مع بعضهم إذا لا سمح هلأ إجاء مرض وثالث شغلة عادة عن هودة كلهم أنه بيستفيد على سعيد النوتريشن لاي لأنه هودة الثلاثة بيعملوا بالانس نوتريشن بالانس دايت يعني او دايت متوازن لاي لأنه الضرة فيه الألياف أو الكاربوهايدريت اللوبي بيعطينا البروتين والكوسا بيعطونا المواد المعدينية شو حلو بس إذا إذا واحدة منهم مثلا إجا علي نوع من الأمراض ما فيك ترشي نفس الدواء لك ثلاثة هنبلا بينرش بس يعني هو يفضل أنه ما نرش الدواء مظبوط بحال 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 هو الدواء عادة ما بيكون تتارجت النبات بيكون الحشرة فأنت فيك ترش الكل أنه هن حط بعض وحيوصل لهم بالآخر بس نحن مثل ما عمليك ماما منفضل مهنش هلأ تجسدوا فكرة هيدا الفكرة أكرموها إذا بدك وحطوها على العمل المعدينية على 1 دولار المعدينية العمل إذا بدك المعدينية وحطو هيدا الرسمة لحتى تخلد هيدا الفكرة لأنه هي المنشأ طبعا كانت بأمريكا الشمالية صحيح مهل ما بزرع عمليس أكتر شي رح نحكي هلأ صورة متكاملة بعد أكتر شفت الصورة أجمع بكرة أيمت بس بديك تعطيني شو الاشي اللي بينزرع مع بعض مثل الأخوات رح نحكي هلأ بعد هلأ رح نحكي عن صورة متكاملة أكتر ياللي هي الاس بأو أو سيستام بوليكولتور ألفاج يعني غير أنه منزرع كذا شي هد بعضه كمان منحط معهم إنتاج حيوانة أو مزارع بزيت الأرض شو بيصير في عنا رح أعطيكي مثال أول شي نحنا عنا بستان زرعنا فيه بشهر تشرين الثاني قانون أول زرعنا نبتة الباقية الباقية هي نبتة نحنا ما منأكل منها بس الحيوانات بيرعوها أو يعني بيكلوها بالربيع أو بالصيف أوكي فينا نزرع كمان الأمح يلي نحنا منأخذ منه المنتج الأمح ويلي نخالط مع الشعير يلي كمان منزرعه بيكلون الحيوانات أيمطة بفصل الشتة لما يكونوا مزروبين جوه بالبيت فنحنا أول شي وفرنا أكل للحيوانات الموجودة عنا بالمزرعة ثاني شغلة يعني سوف يكونوا أكل صيفا شي تاني شغلة حصلنا على محصول يلي هو الأمح هلا البقوليات يلي هي الباقية يلي حكينا عنا بتثبت الأزوات بالأرض يعني هني بس يكلوا البرتيل الفؤانية تبعولها البرتيل التحتانية عم بتثبت الأزوات بالهوى يعني عم بتسمد بالإضافة لهيك فينا نكون عم نستفيد من الأش ومن التبن تبع الأشعير وتبع الأمح بأنه نحطهم على الأرض ونعمل مهاد ونمنع تبخر الماء وكمانا نمنع أنه يفوت أشعة الشمس ويفرخوا عنا بزور الأعشاب الدارة وبهيك منكون وفرنا مبيدات أعشاب وفينا كمانا نستفيد من هيدا العشب والتبن لحتى اللي نكون عم نحطهم بأرض المزارع بأرض المزرعة لحتى لنخلي الأرض نضيفة ونخلي المزرعة نضيفة يعني من نكون بدل ما ومنوفر شغل علينا يعني بدل ما نكون عم ننظف نكون بس عم نشيل الأش والتبن فوفرنا كلفة يعني ما جبنا أكل ما جبنا ما سمدنا بطريقة استناعية ما رشينا مبيدات أعشاب وصار في عنا منتوج من الحيوانات ومنتوج نبات تخيل عدة حلوة الصور يعني من هيك اسمها زراعة مستدامة لأنه مفروض بعتقد أن الكل يتبع هيدا السيستام هلأ لأنه هيدا زمن التوفير متل ما بيقوله وبدو طيب هلأ عنا نحن نتقل شو بعد عنا عن القصص اللي بتنزرع مع بعضها أوكي أول شي رح نبلش نحكي عن عن مثل الحبق والبندورة هلأ الحبق ريحتها كتير قوية معروفة هنا بيسمون لأنه بينزرعوا مع بعضهم هلأ بمثل الحبق الحبق بتنزرع حد البندورة لأنه بريحتها قوية بتبعد الحشرات الدارة مثل ما منشوف بالصورة السفينكس أو هيدا الفراشة يلي الدودة بتجي وبتأكل من أطراف البندورة لا ما نتوتا هيدا غير الحشرة كمين في غيرها نعم كثير فهيدا الدودة بتأكل مثل أطراف البندورة هلأ بس تنزرع الحبق بتبعد بتبعد هيدا الحشرات عن البندورة بريحتها وفي دراسات حتى ولو أنه غير موضوعية لأنه بتحكي عن المذاق بتقول أنه الحبق بيحسن طعم البندورة لما ينوجد حده بالبستان حلو هلأ المثال الثاني اللي حننتقل للصورة اللي بعدها هو النباتات اللي بنزرعوا حد بعد للنبتة اللي هي مثلا هون دوار الشمس بتجذو بالحشرات لعندها يعني الحشرات الدارة اللي بدون يجو على البندورة بتخذون هي لأنه بتجذبون لقلة وهي ما بتتأثر فيهم لأنه أمطن من البندورة صح فهي بتكون التراب كروب يعني بتكون مصيد للحشرات الدارة بالوقت اللي نحنا بنكون عم نحمي في البندورة مثل بأكزامبل التوميتولي فوتد باك يعني مع البندورة بدنا نزرع دوار الشمس وحبع نعم بكرة من خبرك بطلع الموضع إذا عن جد بيطلع مظبوط أكيد هلأ المثال الثالث اللي هو الماري جولد أو هيدا الوردة اللي نحن نشوفها بالصورة هيدا بتنزرع تنبعد الدود اللي مش مليح اللي موجود بالأرض وكمان بتقوي الحشرات النافعة اللي بتجي على الحشرات الدارة يعني هون تحت بالصورة التحتانية الهوفير فلاي اللي عم نشوفها هي بتبين مثل دبور ولكن هي دبانة تخيل هي دبانة هلأ ليش ليش نبينة مثل الدبور لأنه الجوان احتبعها اثنان ولكن بتتقلط شكل الدبور او الزرق طالح التالي بتتخبى من الطيور اللي بتجي بتكلها هلأ هيدا نعم هيدا الوردة بتقوي هودا الحشرات النافعة يلي هن شغلتون انه يجوا على المن ويقتلوه يعني هون صار في عنا ثلاثة أنوية واحدة بتبعدون من الريحة واحدة بتجذبون طيب بعدوا عن النبات اللي نحن بدنا وواحدة بتكون مثل آخر بتقوي الحشرات النافعة يلي بيجوا على الحشرات الدارة حلو هودا الحشرات دايما نجم ان يكون صحيح مزبوط هودا الحشرات النافعة كيف بيقتلو الحشرات الدارة في عنا طريقتين رح نكون عم نختم فيون في عنا البراداترز يلي هو الحشرة يلي بتاكل الحشرة تبعها مثل اللايون ايفيد يلي موجودة بأول صورة هيدا اللارف او هيدا الدودة بتاكل المن بتاكلها للمنة وعكسها في عنا البرازي تويدز كمان هي حشرة نافعة ولكن كيف تشتغل بتكون الادالت او الناتجة الحشرة الناتجة عم بتبيد البيض بقلب الحشرة الدارة والبيض لما يفرخ ويكبر بيكون عم يقتل هيدا الحشرة الدارة مثل ما عم نشوف بالصورة في الابي فار هيدا مثلا دوا معمول من الحشرات النافعة كل مية ملة منه في 15 حشرة النافعة اللي موجودة يلي هن بيجوا على الحشرات الدارة فهيك بنكون عم نعالش بطريقة طبيعية وما عم نرش اهم شي في موايط طبيعية نعم اهم شي من كل اللي حكينا اليوم مادام إليت انه ما نستعمل المبيدات الحشرية لأن بنكون عم نقز الحشرات النافعة يعني عم بيروح المنيح اللي شو بيقوله المنيح بعض فيه نحل يعني بتلاحظي انه ما بتشوف فيه نحلة والنحل كتير كتير مهمة ننشجع على صناعي على هلأ نحط قفير نحل وهلأ كمان كمان هم تقولي فيه مبيدات طبيعية كمان انه هيدا لازم يزيدوا منها حتى واحد يقدر يستعملها وغير انه طبيعية بيكون الاسبكتروم طبعا يعني بتجي تطارجت حشرة واحدة صح مش كل شي مش بتقتل كل شي موضبوط بس بدي قول للمشاهدين انه هلأ عندي غياب جمعتين عنن بدي بدي اتمنى عياد مجيدة للكل وانشالله العليك وللعائلة ولكل المحطة وللمشاهدين انشالله ميلاد الرب بيحمل بشارة انه نخلص من أزمة من جائحة كورونا وتتحسن الأوضاع الاقتصادية وانشالله السنة الجاي بيكون جول من الجول ستبعولنا او هدف من أهدافنا انه نشجع وندعم ونعمل ننفذ اذا بديك الزراع قبل ما اخطب بيك كلمة هلأ شو بيزرعوا هلأ اذا بديك تزرعوا هود اللي حكينا عنه القمح والشعير يعني هود الزراعات الشتوية الشتوية بكرا الله راد بأول حلقة بـ 2021 منكمل مشاهدينا هالسلسلة الرائعة شكرا عليكم مشاهدينا برايكم ونكمل معكم